مرحبا سأتحدث من خلال هذا الفيديو عن حلقة التكرار while في PHP إذن سأقوم بإنشاء متغير اسمه x وأسند إليه مثلا القيمة صفر وهنا سأكتب العبارة while مثلا x أصغر من أو يساوي 10 قوسين معقوفين وسنقوم بإطباعة قيمة المتغير x وعند نهاية كل دورة من دورات حلقة التكرار سنقوم بزيادة قيمة المتغير x بمقدار 1 لاحظ أنه يمكننا بدلا من هذه الصيغة استخدام قيمة المتغير x سائد 1 نفس الشيء إذن Ctrl-Alt-N وبالفعل هنا تم طباعة قيمة المتغير x من 0 إلى 10 ويمكننا إضافة الثابت PHP and Offline لإضافة فاصل سطري إذن هنا من 0 إلى 10 إذن هنا ببساطة نقول لPHP طالما أن هذا الشرط متحقق قم بتنفيذ هذه الأكواد وطالما أن نتيجة هذا التعبير تؤدي إلى القيمة المنطقية True فسيستمر البرنامج في تنفيذ هذا الكود لكن ماذا لو لم يتحقق هذا الشرط نهائيا؟ مثلا لنقول طالما أن x أصغر من 0 بدلا من 10 إذن هذا الشرط حاليا غير متحقق إذن قيمة x الحالية هي 0 وهنا نختبر إذا كانت x أصغر من 0 طبعا هي ليست كذلك بالتالي لن يتم تنفيذ هذا الكود نهائيا إذن Ctrl-Alt-N ومتوقع أن لا نحصل على أي شيء وبالفعل والآن ماذا لو أردنا تنفيذ هذا الكود على الأقل مرة واحدة حتى وإن لم يتحقق هذا الشرط لذلك الغرض لدينا في PHP أيضا العبارة DoWile وقبل أن نرى مثالا لDoWile لاحظ أن هذه العبارة غير حساسة لحالة الأحروف يمكننا كتابة ويل بالحروف الكبيرة ولن يظهر أي خطأ Ctrl-Alt-N إذن لنرى الآن مثالا لDoWile سأقوم بتحويل هذه العبارة وهذه الكتلة إلى تعليق إذن DoW قوسين معقوفين وسنستخدم نفس الكود وهذه المرة سنكتب الشرط خارج الأقواص المعقوفة While X is less than or equals 10 أي طالما أن قيمة X أصغر من أو تساوي 10 سيتم تنفيذ هذا الكود فاصلة من قوطة Ctrl-Alt-N ونفس النتيجة التي رأيناها سابقا مع While والفرق بين DoWile و While هو أنه مع DoWile سيتم تنفيذ هذا الكود على الأقل مرة واحدة حتى وإن لم يتحقق هذا الشرط إذن حاليا هذا الشرط هو True بالفعل X هي أصغر من أو تساوي 10 لكن ماذا لو غيرنا التعبير لنختبر إن كانت X أصغر من صفر إذن حاليا X ليست أصغر من صفر بالتالي هذا الشرط لم يتحقق مع ذلك سيتم على الأقل تنفيذ هذا الكود مرة واحدة وسيتم طبعات X هنا إذن Ctrl-Alt-N وبالفعل وهذا عكس ما رأيناه مع While إذن مرة أخرى سأقوم بتحويل DoWile إلى تعليق هنا لم يتحقق الشرط بالتالي لن يتم تنفيذ هذا الكود نهائيا Ctrl-Alt-N وبالفعل لم يتم تنفيذ الكود لأن الشرط لم يتحقق لكن مع DoWile على الأقل سيتم تنفيذ الكود مرة واحدة حتى وإن لم يتحقق الشرط Ctrl-Alt-N وبالفعل هنا صفر إذن مرة أخرى سأقوم بتحويل DoWile إلى تعليق وأزيل التعليق عن While سأعود إلى استخدام أصار من أو يساوي 10 Ctrl-Alt-N وكما هو متوقع تم طباعة قيمة المتغير X من 0 إلى 10 إذن كيف تعمل حلقات التكرار ليس في PHP فحسب بل في كل لغة البرمجة إذن في بداية طورة حلقة التكرار سيتم اختبار قيمة المتغير X والتي هي حاليا تساوي 0 إذن هنا X أصار من أو يساوي 0 صحيح بالتالي سيتم طباعة قيمة المتغير X وهي 0 وبعد ذلك سيتم عند نهاية كل دورة من دورات حلقة التكرار سيتم زيادة قيمة هذا المتغير X بمقدار 1 الآن قيمة X هي 1 بالتالي ستبدأ دورة جديدة هل 1 أي قيمة X أصار من أو يساوي 10 صحيح سيتم طباعة قيمة المتغير X وهي 1 ومرة أخرى سيتم زيادة قيمة X بمقدار 1 ليتصبح القيمة الآن 2 2 أصار من أو يساوي 10 صحيح سيتم طباعة 2 وهكذا لغاية الوصول إلى 10 وعند الوصول إلى 10 ستختبر بـ HP هنا هل X أصار من أو يساوي 10 صحيح سيتم طباعة قيمة X وهي 10 وسيتم زيادة قيمة X بمقدار 1 لتصبح الآن 11 هل الآن X أصار من أو يساوي 10 لم يعد هذا الشرط متحققا إذن هذا التعبير الآن إذا وصلنا إلى 10 أو إلى 11 سيرجع بالتالي ستتوقف حلقة التكرار وسيستمر السكريبت في تنفيذ بقية الأكوات طبعا إن كان هناك أكوات وهكذا ببساطة تعمل حلقات التكرار في كل لغة البرمجة وليس في PHP فقط إذن أكتفي عند هذا الحد إلى فيديو قادم ومزيد من بناء التحكم في PHP أراكم لاحقا ترجمة نانسي قنقر